فيه أرسل سؤال بيسأل فيه عن مسألة بيقول يعني هل الاهتمام بمن تضامن من المشاهير أو من لم يتضامن مش ده يعتبر الدخول فيه معركة جانبية ونسيان للمعركة الأصلية أو للقضية الأصلية هو احنا قلنا يا جماعة مفرغ نفسنا ونفض نفسنا للي تضامن ونالذي لم يتضامن لا إنما بنقول لأن من ضمن جزء من المعركة أدوات المعركة من أدوات المعركة الإعلام لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين أخشى أن يقال إن محمدا يقتله أصحابه لما اقترع عليه سيدنا عمر إني نأتي العبدالله بن أبي بن سلول قال لا أخشى أن يقال إن محمدا يقتله أصحابه إذن يخشى الحرب الإعلامية إذن الحرب لها مكان ليه دايما في القرآن الحديث عن المرجفين في المدينة ليه دايما في الدول حاجة اسمها الطابور الخامس هل ده شغل نفسك بشيء جانبي لا مش شيء جانبي شيء له أهمية ليه القعقاء بن عمر لما طلب أحد الصحابة من سيدنا أبو بكر كان جيش مدد أرسل له أربعة منهم القعقاء بن عمر وقالوا لا يهزم جيشهم في القعقاء ليه قالوا الأربعة وكان عايز أربعة تلاف سيدنا أبو عبيدة قالوا الأربعة كانوا خطباء وشعراء وقاد عسكريين جمد الكلام ده ليه الجيوش بتعمل حاجة اسمها الشؤون المعنوية ليه جيش عنده سلاح وقوي يحتاج لشؤون معنوية ويجيب مشايخ ويجيب إرشادين نفسيين ويجيب ناسنا ليه لأهمية ذلك الجيوش لا تقاتل ولا تنتصر باستلاح وحدها خالص وإلا ما 7 أكتوبر في الجيش العرام ربط صهيوني الناس كانوا بتروح بمزكلاد تجيب أسرى وترجع كانوا راح يجيب لحمة ولا فرح من كرفور ليه ده عامل نفسي ليه ده عامل نفسي ليه اللي حصل ده واجع الكيام بيرض بكل هذا العنف كعادته ليه لإني كرمت اتمرت في ترداشر ده عامل معنوي ولا مادي معنوي وإلا لو حسبها ماديا طيب كام قتيل وكام أسير تمه آتر كام فلسطيني في السجون أضعاف آتر كام فلسطيني برة أضعاف لكن هنا هذا الكسر لأنفه وتمريق كرمته في الأرض موقف معنوي يا جماعة العمل والنظر في المعنويات ليس عملاً ثلاثاً آمان ضاعش وقتين لكن يبقى واضح موقف الناس ترجمة نانسي قنقر